السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن اليوم السبت 11 سفر الفرمينة توربعين هجرية الموافق لـ 18 ستنبر 2021 ميلادية الموضوع اليوم هو ذاك سيد مغربي الذي يدخل في مجموعة الناس في واحد تراسة في مرسيا والصراحة الموضوع الخبر هو هذا الخبر نفسه ولكن الموضوع في هذا الفيديو هو كيف تم تناول هذا الخبر وكيف يتم تقديمه في الصحف خصوصا الوسائل الإعلام الإسبانية خصوصا المكتوبة الموضوع يتكرر دائما العنصرية المغربة قباحية المغربة إرهابيين الإسلام ومثلات الأمور المساجات تتوجه المجتمع الإسباني في طريقة غير صحيحة كمثال الموضوع سوف نأخذ المثال الجريدة الإسبانيول في الصراحة لا يمكن أن نهرب على هذا المواضيع لماذا؟ لديه مشكلة دائما يمكن أن يكون عنصرا لك ولكن بعض المواضيع يجب أن يكون ضروري هذا القناة الحمد لله وضروري نوصل إلى فكرة أو لديه أو لديه فكرة أخرى أو لديه الجريدة الإسبانيول يقول لك إنه مروقي أتروبية أتروبية ويقفت ولكن حتى النص أو حتى النص يقفت وعادة تقول الحقيقة وعادة نعرفه هذا المغربي وعادة نعرفه الحقيقة سنذهب إلى الجريدة لكي نعرفه كيف يتعاملوا وكيف يقدموا الموضوع ومن بعد يقولوا الحقيقة المهم هنا يقول لك نحاول نعملت ترجمة جوجلية ونحاول نزيد لكي لا يكون لك يقول لك مغربي يموت أو مغربي من بعد مدهس من العديد من العديد من الشرفة في واحد ريستورو في مورسيا مهم يتعاود تقريبا نفس الكلام نهار 17 شوتنبير مهم يتعاود نفس الكلام الفور يقول لك هنا سيبدو يشرحنا الموضوع هنا سيبدو يشرحنا الموضوع يقول لك كانت هناك سيارة كالدور وكالدور في الطريق وجات واحد سرعة كبيرة ودخلت في تراسة يعني هنا ده بس فهما دخلونا في الفيلم احنا دخلنا في الفيلم ودخلت في وحد التراسة ولكن الفيلم دي جا راح شاولك في راسك لكي سوقا راح مغربي كما قال هو وحد سيد وقال نص هنداوي خدام في ذاك في ذاك الريستورا هنا الريستورا هي بريطانيا هندية احد نوادي الفيلم بنا برغم العمر عشرين عام يعني ده با هو يشرح يقول لك كان ما تجيب واحد سرعة كبيرة وجدا ودخل يعني مباشرة في التراسة طيب انتهى 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 في الفيلم ده بقي لك في الراسة على الفور تلقى هاتف الطوارئ عشرات المكالمات يعني ده بعتني يوم ما ماشين في الفيلم الهاتف ديال الطوارئ تلقى عشرات المكالمات الذي تنبهت لكم مع الشهادات التي كانت مرعبة يعني الشهادات ديالناس كانت مرعبة حول هذا الشهاداء الذي يوقع حتى بالنسبة ليعن العاملين في البله الواضي و مannie و مح欠 يعني ان تقضوا المكالمات يعني الذاك الشهادات كانت مرعبة مثلا ثم من شهادات الزلى Đ pantαι يعني أخل هاتف ت Stage في البلاد الذين تدهожалуй الامكل homo دائما يكون حوادث ولكن هذا الهادث كان مفجع خلعوهم هم أرعبهم هذه المكالمات نعتاد على سماع الأحداث من جميع الأنواع ويعملون بين قوسين مثلا أحد المكالمات اقتحمت سيارة الشرفة هناك الكثير من الناس ملقاة على الأرض يعني وحطون بردازف وحطة رأسها والبزاف للناس مسيبين فوق الأرض يعني شي حاجة كبيرة هذه وقاة زعم أحد الشهد بينما طالبت بتعبيع السيارة وكانك يقول له ماذا نعصر دوننا السيارة الإسعاف لرعاية المصابين الأربعة يعني كانوا بزبط نظم سيبين في الأرض وشحال يعني الإسابات أربعة اثنين منهم في حالة خاطرة دابا غادي هدار داك السيد قل لك السيدة عن نوع حد تراصة داك اللي خدام عن التراصة فيها خمسة وعشرين طابلة وكذا وخمسة وعشرين ولكن في الوقت اللي غادة وكان في داك الساعة اللي كان داك المشكل كانوا غير ثلاثة ديال الطابلات اللي مشغولين مبعد جدا داك السيارة من تراص فولسفاقن غولف وعند مساعد الشرفة كان جميعهم يعني من اللي تلعز من التراصة كان الناس كيأكلوا داك الشيء أما كانوا والأعظم الأغلبية ديال الناس اللي كانوا في ذاك التراصة كانوا فينزويلين وبريطانيا نحن باقي في الفيلم داك شوكي فشكتبنا غير صبروا معاي اللي أرد عليكم راها تشي هذا راها تشي اللي بغاها الجاردة فهمت؟ يعني بغا من قدم يمله ويمشي بحاله من اللي بدأ يقرأ الجاردة يبدأ يقراه ويممله ويمشي بحاله قد تشوفوا كيف شكي تلع الفيلم ونعرفوا يعني ما كونوك نقرأ ونفهموش انه كنا داك هنا يدخل شوكي قال لك ما ذا حدث ومع ذلك يدخلوا في التحليل المنطقة ولكن نرى هل تحليل منطقة أو لا؟ ألقت السيارة جدار الشرفة وقتلت أحد يعني دخلت الطنوبير وضربت في الحيط التراصة وقتلت واحد من الذين كانوا يأكلوا بطبيعة الحاد لم يكن يقتل حتى شخص واحد نحن نعرف بأن روح عزيزة عند الله ولم يكن يقتل حتى شخص واحد ولم يكن يستهنوا بأنه مات شخص واحد أحد الأمان الذين كانوا يأكلوا في الطاولة كانوا زوجين وكانوا جوجة المهمة باريخة بين أمنا والسيد اللي توفى عنده ما بين أربعين وخمسة واربعين عمسكين تم جره عدة أمطار وتأدى في رأسه كانت عاملوا المهم كي يحضروا دابع على بعض الأوصاف اللي مهم كي يطولوا المقال انتفقنا عيه باش يطولوا المقال باش تعيوتمشي بحالك البار هدا اسميته هانيز بار تم تعبئة العديد من السيد مهم جاوتما بزاف ديالإسعاف والقوارديا سبيل وكان هناك ارتباك ما بين الناس والبلاسة وهذا والناس ما عارفاش شونه واقع وكيشوفوا الدمايات كيشوفوا الناس نطيحة انجرحة أربعة ولكن في الميات والناس تأكدنوا بأنها كان أربعا ديال الناس اللي الميتين على ما يبدو فإننا سائق السيارة دابع يدخلو شونه شونه وهدا دابع ورقاولها في العنوان دابع انتك تقرأ الجريدة وفي الرأس ديالك راه مغربي مغربي راه في الرأس ديالك اوتوماتيك منك يبغيو يدخلوك راه إرهابي راه شي حاجة راه متشدد راه يعني فهمت دابع الأمور كمه هي الإخوة نقوله الكلمات كمه هي فهمت على ما يبدو فإن سائق السيارة موات المغربية تروح عمره باي خمسة عشرين وثلاثين عام ويقيم في خمسة عشرين وثلاثين عام ويقيم في خمسة عشرين وثلاثين عام الثاني للاخر عاد عيدوزو لتحقيق الحارس المدني كيقول لك الحارس المدني ورية سيبيل فتح الحارس المدني بفعل تحقيق لتوضيح الأسباب التي دفعت السيارة السياحية يعني الدخول في ذاك الشرفة مما تسببها في إصابات متعددة بها قنك يعودو السين تسببها واستعبدها واستبعدها مصدر مخول بمعانا وقال لك والمصدر هذا استبعد أن يكون هجوم إرهابي بعدها هاي اللولة لسبب واحد والسبب هو أن السائق اللي كان كيشوق مهم السائق اللي كان كيشوق السيارة فهو كان عنده واحد الجرح في المعيدة دياله كان مضرب في المعيدة دياله مما يشير إلى أنه قد فقد قد يكون فقد السيطرة على السيارة حيث تستدمه بالشرفة يعني وهذا يؤكد يقدر يكون بأن السيد يعني بذاك الآلم اللي كان عنده في المعيدة يعني مضرب وهذا فلا ربما فقط السيطرة على السيارة وتخارف ذاك الشرفة في الواقع مصدر مقربة من التحقيق عن السائق التاريخ في تهريب مخدرات يعني السائق هاد المغربي هدا يعني كان يخدم في تهريب مخدرات حليك يقوله هنا يا وكان يقول سيارة فولتفاجن غولف مصابا بتعنا المغربي الذي كان في السيارة أصيب بتعنا في البط وكان ينزف لهذا السبب كان يسير بسرعة يعني كان ماشي بسرعة لأنه كان ينزف ويمكن كان ماشي في الطبيب ولا ماشي يتخبع ولا شي حاجة لأنه مليك يكون هاد المشاكل هادي دي المخدرات وكذا يعني الناس ما كتبغيش تد مشي اللي كيكونوا من داخلهم تورطهم في هاد المشاكل هادي ما كيبغيوش يمشي والطبيب طبعية حالي أنا غادي يسولوهم ويقولوا مين جاتك هاد الدربة وكذا فكان ماشي كي يجري بذلك الطعن اللي عنده وكان ينزف لهذا السبب كان يسير بسرعة بدأ في التجاوز بغايدة وبل ويبدو أنه ترك يعني ولكن في ذاك الساعة هذه يعني فقد الواعي دياله وبتالي فقد السيطرة على السيارة اللي يدخلت في ذاك المطعم يؤكد المصدر صريف الدك لأنه بالرغم من عندما استبعاد أي فردية يمكن يكون هناك حساب محتمل وراء هذه الحادث يعني هما ولكن عنده أنتسيدنتس يقول لك عارفوا بأنه عنده سوابق رهما عارفين عنده الحسابات ولا شي حاجة ما بين هات الشهادة ديال الخدمات ديال يعني الترافيق لك عندهما تشهادة فراء فراك يكون مسائل ديال الحسابات هناك حساب محتمل وراء هذه الحادث بالنظر إلى تاريخ تهريب المخدرة تلقنا للسائق المتوفى ولأن المعنوات الأولى تشير إلى أنه تعرض للتعن قبل الأحداث من تدمير الشرفة في حي بالقرب من يعني من ذاك الرشتور هاتي اختر guten lakr عاد يقولوا لك الحقيقة ولكم في الأول كيبني وكيبني وكييردوخ وكي ويعتبر 결과 هو نبعده على الأقل عارف الراس الشبك الحمد لله من ذاكي اخري وأعرفوا بأن الشبك يعني الأغلبية ليçoبها ال� الزهز الخبز ولكن بالنسبة لي اسปاء الله تيم المي جيفين وصالة退 الخر يقرا فالحقيقة حلول الورد ديال اخرى لكي يقه في راس قا وغير مغربي دخال بالنسبة للتعنى Быنا رد في كل شيء اللي كان الأخوة الضحبية!!!! الله ارحمكم ويدي ميكتون اقرأ الجريدة ايدي اسبانية وردوا البال مزيان لانه ماشي كله كتقول الحقيقة وانما كل واحدة عندها خط تحريري اللي يخدم الجيهة الممولة للجريدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشي يمرك الجميع.